اشتركوا في القناة يرتكز عليه المجتمع المسلم ألا وهو الزواج ألا وهو الزواج والزواج هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات من خلال مكونيه الرئيسيين الزوج والزوجة فمن خلالهما تبدأ نقطة إصلاح المجتمعات ولذلك حينما نتأمل في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الاهتمام الظاهر والاهتمام العظيم والاهتمام البالغ في كل ما يتعلق في الزواج من حقوق وواجبات وأخلاقيات يترتب عليها استقرار الأسرة وبالتالي استقرار المجتمع وأيضا ينعكس ذلك على الأولاد وتربية هما تجد في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى هذا الاهتمام البالغ واضحا ظاهرا جليا من ذلك ترى أن القرآن الكريم يثير في نفوس الأزواج من الجنسين الشعور بأن كل منهما من الزوج والزوجة مرتبط بالآخر فيبين في كتابه المبين سبحانه وتعالى أن الزوجة مرتبط بالزوجة ولا غنى له عنها وكذلك يبين بأن الزوجة مرتبطة بالزوج ولا غنى له عنه يشد لذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها والنفس الواحدة هي آدم نفس آدم وزوجه هي حواء وهما يبين سبحانه وتعالى أيضا في آيات أخر يعيشان في وئام ومحبة واتحاد يصل إلى الالتصاق وإلى الامتزاج وإلى التقارب مما يدل على قوة هذه العلاقة الزوجية ومدى ترابطها ومدى تقاربها تقاربا شديدا حتى قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن مما يدل على قرب هذه العلاقة والتصاق الزوجين من بعضهم بعضا ليس التصاقا جسديا فقط إنما التصاقا روحيا كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أصد اللباس في الثياب أي عن هذه الآية ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا لباسا فكأنهما ستر كل واحد منهما ستر للآخر وأيضا يبين سبحانه وتعالى في هذا الجانب الارتباط الوثيق الغريزي الفطري بين الزوجين وجدانيا وعاطفيا وروحيا وجسديا كما في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه من أعظم الآيات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى للتفكر فيها والمقصد في هذه الآية وجود المودة والرحمة من خلال سكن الزوجية ولا توجد هذه المودة والرحمة إلا في الزواج الإسلامي الشرعي ولذلك حتى تستقر الحياة الزوجية يتفطن ينبغي نتفطن الزوج والزوجة إلى أسباب وجود المودة والرحمة بينهما فيهتلمسانها بين فينة وأخرى ليضمنان استمرار الحياة الزوجية فإن وجد خللا في ذلك استدرك الخلل وبادر بتصحيحه حتى تكون المودة والرحمة موجودة فيما بينهما أيضا مما يشعرك بأهمية الزواج في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الزواج ميثاق عظيم وغليظ على الزوج حتى يستشعر الزوج ثقل المسؤولية وعظم المسؤولية التي يلقاه سبحانه وتعالى على عاتقه ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى وسميت في القرآن سورة كاملة بسورة النساء تتغرق لأحكام النساء عبما وأيضا تتطرق للزواج وما تعلق فيه في أمور كثيرة ومنها أنه حتى في لحظات الانفصال في لحظات الطلاق يبين الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما بقوله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا أشاهد في ذلك قوله سبحانه وتعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض فهذه العشرة الزوجية التي كانت فيها إفضاء في الأسرار وفي الأفكار وفي الشهوة المشروعة ف لا ينبغي أن تترك هكذا وبسبب هذا الإفضاء وبهذا المثلق العظيم لا يجوز للزوج في نهاية العقد أو في مراحل الطلاق أن يأخذ ما يتعلق بمؤخر الصدق أيها الأخوة الحديث عن الزواج يتطرق إليه الإنسان من جوانب كثيرة وعديدة ولعلنا نتناول ركيزة المهمة هي من أساسيات الزواج ومفهوم مهم ونهدف بذلك إلى توضيح المفاهيم حتى تكون الأمور واضحة جلية للزوج والزوجة فتكون الحياة الزوجية مستقرة بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر المهم هو ما يتعلق بقوامة الرجل على المرأة هذا المفهوم العظيم وهذه الركيزة الأساسية في الحياة الزوجية كل بيت يلزمه قيم يقوم عليه ويدبر أمره ويسوسه ويحفظه ويرعاه وهذا القيم ينبغي أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى وهذا القيم شرعا في البيت هو الرجل وتنصيبه قيما إنما هو من الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولذلك هذه القوامة الرجل على المرأة بشيئين مهمين ينبغي لزوجة أن تتأمل بهم بما حتى تعلم حق الرجل عليها القوامة تكون بما فضل الله بعضهم على بعض أي بما خلق الله سبحانه وتعالى به الرجال في أصل خلقتهم من قوة ومن رجاحة العقل وبما خص به الرجال سبحانه وتعالى من دونساء من جعله للنبوة فيهم وكذلك الخلافة والحديث حول هذا الأصل العظيم مستمر وله بقية نتابعه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر